وقبل ذلك قالت النائب عن حزب تقدم سميع غلاب إن وزراء حزبها جاهزون للاستقالة من الحكومة داعية رئيس الوزراء إلى إعادة النظر في منهجه تجاه المكون السنية وقالت غلاب إن كتلا سياسية كثيرة تعمل على استهداف تقدم من ضمنها جهة لم تستطع تحقيق منجز على أرض الأنبار لا سيما تلك التي ضمنت عدم عودتها إلى المشهد السياسي لافتة إلى أنه هناك مؤامرة تحاك ضد المكون السني وحزب تقدم من قبل أشخاص يبحثون عن منافعهم الشخصية وأضافت أن زعيم تيار صدري مقتدى الصدري يمثل قوة توازن في العملية السياسية وجميع لاحظ الخلل الذي حصل بعد انسحابه ولو كان موجودا لكان أبرز حليف لحزب تقدم